مرحبا، رح نيجي هلأ نحكي عن البيان الرسمي لمنهجية الأجايل أو بسموه الأجايل ما نفسته تعالوا ندخل بالموضوع شوي شوي هلأ أصلاً كل فكرة الأجايل من وين طلعت؟ طلعت من الحاجة للاستجابة للتغيرات المستمرة اللي هي responding to change من هون ظهرت الحاجة للهرم الجديد أو الnew paradigm بمعنى زمان الترادشنال كان نطاق العمل لسكوب مثبت الجدول الزمني والتكلفة متغيرات ليصبح الموضوع ما بعد ذلك لا ثبت الجدول الزمني وعطيني التواريخ ثبت الكلفة ونطاق العمل أو لسكوب هو اللي عم يتغير هذا التغيير الكبير في التفكير خلى 17 ممارس أو براكتشنر من حول العالم يجتمعوا اجتماع في ريزورت اسمه سنو بيرد ويكتبوا البيان الرسمي اللي هو أربع قيم أساسية واثناشر مبدأ أساسي وبعد هيك تم وضع مجموعة كبيرة من الممارسات اللي بتساعد على تطبيق هاي القيم والمبادئ لكن المشكلة اللي صارت إنه بعض الشركات بدأت بتطبيق هاي الممارسات بدون تبني فكرة الأجايل لتعتقد ما بعد ذلك إنها أصبحت شركات تتبع هذا المبدأ لكن في الحقيقة هي تتبع الممارسات ولكن لا تتبنى الفكرة وهون خلينا شوي صغيرة نركز على موضوع تبني فكرة الأجايل لتوضيح الفرق بين إنك تكون فعلا أجايل وبين فقط تطبيق ممارسات الأجايل لازم تعرف إنه فقط تطبيق ممارسات الأجايل معناتها إني أنا بطبق هاي الممارسات من دون ما أقتنع أو أفهم أو أتبنى القيم والمبادئ اللي ورا هاي الممارسات وبدون ما أكون متشرب عقلية الأجايل اللي هي أجايل ميند ست أما أن تكون فعلا أجايل اللي هي بيينج أجايل فمعناها أول شيء لازم تتشرب المؤسسة تبعتك القيم الأربعة والمبادئ الاثناش بعدين يبلشوا بتطبيق الممارسات لازم يقدروا يزرعوها بعقول الناس بحيث تسير العقلية والثقافة تبعتهم بهاي القيم والمبادئ ثم يبدأوا بتنفيذ هاي الممارسات طبعا الأكيد هلا الكل بيسأل شو هم القيم الأربعة تعالوا نبلش فيهم وهون رح أحكيهم باختصار لأنه رح نيجي لتفاصيلهم أول واحدة ومعناها منتج شغال أحسن من وثائق مكثفة يعني التركيز على أني أطلع بالمنتج أكتر من التركيز على أنه يكون عندي بس وثائق مكثفة وملفات حوالي هذا المنتج ثاني واحدة وهو التركيز على الأفراد والتعامل معاهم والتركيز على تحفيزهم أكثر أهمية من أنه يكون عندي إجراءات ثابتة بتربط فيهم القيم الثالثة Customer collaboration over contract negotiation يعني التعاون والتفاهم مع العميل كتير أولى من أني أنا أرجع للعقد عند كل طلب بمعنى آخر لازم دائما أتفاهم أنا والعميل على اللي بده إياه وهذا الشيء أفضل من أني لما بدي أحكي أنا والعميل بأي شيء أرجع للعقد اللي بينه وبينه وما أرضى أسوي إلا اللي مكتوب جواته آخر واحدة من القيم وهي الرابعة responding to change over following a plan يعني أتفاعل وأكون مرن في التجاوب مع التغيرات اللي بطلبها العميل أحسن من أني ألتزم بتطبيق الخطة فقط وأني ما أتجاوب مع التغيرات وأدفع تمنها في كل لحظة هو عن بطلبها مني بس ديروا بالكم من شغله القيم هاي مش أبيض وأسود يعني مو يا إما منتج شغال يا إما توثيق مكثف أنا بحكي اليوم التركيز على منتج يشتغل أكتر من التركيز على أنك تعطيني وثائق ومحبكة وعادة لا يعني أنه التوثيق مو موجود أو مو مهم لا كلاهما مهم ولكن الأكثر أهمية هو الأول عن التاني